السلام عليكم و مرحبا و ألف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطيما مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد اليوم إن شاء الله غدي نشارك معكم طرطة طبقات بدوق البرتقال كجيلة ديدة جدا هكذا نستغلو الموسم ديال البرتقال فتبارك الله ما شاء الله هم توفر بكثرة يمكن لكم أقدر تحضروا بي بحالة ديشكل من الطرطات كجيلة ديدة تفرحوا بها أفراد لعائلة ديالكم تمنى شاء الله وصفة اليوم لإعجابكم تجربوها وتشاركوا تطبيقاتكم عبر الصفحات الرسمية للقناة يقدر لكم على الشاشة فباش تعرفوا معي طريقة تحضر الوصول أيضا المكوناتها ماليكم وارتبوا معي خطوات الفيديو وفرجو ممتعة فبسم الله على بركتي الله بالنسبة لمكونات الكيكة فعندي أحبة تل من البيض قبزة صغيرة من الملح لتصحيح الضوقة ثلاث ملاعق كبيرة من السكر خاشن أي سكر حبيبات نحن نطرب المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى يصبح لي لون ديال البيض وأيضا السكر مفتوح ثم ناخد واحد البرتقالة ونبشرها على هذا الشكل كناخدوا ذلك القشرة فقط ليكون برتقالي ما توصوش للقشرة البيضة باش ما تدير لكمش المرورة في الكيكة ديالكم كنحركوا المكونات مع بعضياتهم ثم كنضيف ثلاث ملاعق كبيرة من زيت نباتية وأيضا ست ملاعق كبيرة من عسار البرتقال كنحرك هذه المكوناتهم زيان مع بعضياتهم ثم كنضيف خمس ملاعق كبيرة من دقيق الأبيض المخصص للحلويات أي دقيق الفورس واحد الخنيشة أو لملعقة كبيرة من كاكاو المر واحد الخنيشة من خاملات الحلويات ما يعديل 8 جرام ممكن إلا بغيتوا تستغنوا على الكاكاو وتعملوا الكيكة ديالكم بضوق يعني بضوق الفاني أو لضوق البرتقال تكون بيضا فكتلغيوا هذيك الملعقة أو للخنيشة ديال الكاكاو كتضيفوا بلاستا ملعقة كبيرة من الدقيق وفي المجمع كتخدموا بسيط ملاعق من دقيق مهم من بعد ما تطربت المكونات تكون لها مع بعضياته نضيفها في البايوريكس ديال الزاج اللي كان نكون دهنته بالقليل من الزبدة سوف نحاول نطالي فيها ديك الكمية ديال كاكاو مباشرة إلى الفرن كون سبع لحظة كتستوي مكتغش معانا وقت كبير لأن المول كبير ودك الطرطة أو الكاكا غادينا شوية السمك ديال هارقيق فتقريبا 20 دقيقة أو 15 دقيقة ستصبح جايزة نخرجها من الفرن مباشرة نحاول نتكي على واحد سيكين باش نزرع فادوك الطقوب ثم نأخذ القليل من عاصر البرتقال هنا يا عملت واحد الخاطئ مهم كان علينا نصفي هذا الليمون ما صفيته وش ما عليش صفيت بها الكيك نس كاس تقريبا نخليها تتشربات نخلي على جنب تبرد هنا غدا نحضر كريمة الخفق أو الكريم شانتي نحتاج لها 300 ميلي لتر من الكريمة السائلة متى الى ما كاشمتوا فرع عندكم فكا تخدموا باحد الخنيشة أو الباكية ديال الكريم شانتي مع كاس ديال الحليب بقيس كاس لعنبا يعدل 150 ميلي لتر طلعت هذه الكريمة حصلت على منقار سبحت عندي جاهزة هنا كتكون عندي كيك بردات تماما و تشربت لنا كمية ديال العسر ديال البرتوقل بس قناعة كناخد هذه الكريمة كنضيفها كطبقة ثانية و كنحاول نطلعها بهذا الشكل كتخليه القليل فقط لتزين من الكريمة بشوية باش نزينه به في الأخير سوف ندخل بهذا الحلوة للكلاجة تبرد تماما و سوف ندوز باش نحط المباسطة هذا الجيلي ديال البرتوقال أو الهلابية و كما تسميه و يجب حل الجيلي نصف لتر من البرتوقال هنا يصفيته يصفيته و يصفيته و يضيف عليه ملعقة كبيرة من الناشو و نحرك لكل جيدا انتظروا العصر لا تضوقوا أو حمد أنا مثلا هناك كان عندي المونة تبركت الله حلو و فما ضفت السكر إذا كان عندكم شوية في الحموضة فكتضفوا ملعقة السكر و تبقوا بالتحريك المتواصل حتى تصبح عليكم الغلية في الكريمة و تصبح لهذا الشكل نحن ماشي بحاجتنا باش تجي إذا كسمته عاقدة إلا حين تشيلها بغنات عاقدة خسنا نضيفه فيها ثلاثة المعالقة في نصف لتر ديان يعني ديال أي سائل عندنا فمن بعد ما ضفت فهذا كل المعالقة ديان شاء حركت لكل مزيان بقيت كان نحرك فيها حتى بردات و اخذت لي درجة حرارة المطبخ هذه الكريمة ديالي دروري تاخد درجة حرارة المطبخ عدا باش كان نجبدو هذه الحلوة دياننا من تلاجة و كان نفرغوا عليها هذه الكريمة دياننا كتجي تماما بحل الجيل الإصطناعي ذاك اللي كان ناخده في الاستاشيات كتجي فينا فمن يكتصفوا من يكتصفوا ذاك العسر كي يجي لمنظر دير و مزيان ففي خليتتها بردت و اخذت درجة حرارة المطبخ غطت على بلاستيك غدائي و دخلتها التلاجة خليتها أنا ليلة كاملة للأمانة اللي أنا اني كنت حضرتها في العشية فخليتها ليلة كاملة في التلاجة حتى تمسكت على هاد الشكل ممكن ثلاث ساعة حتى نسيت ساعة تركت صبح موجودة هنا مني بغيت نزينها في الصبح فقبل ما بديت كنزين فيها قطعتها المرسويات فتبارك الله ما شاء الله خرجت ليه كمية وفيرة عملت هدو كل المرسويات ديال اللي حليوات متوسطين في الحجم ديالهم فجوهم زيانين أنا حسبتهم وليني والله ما عقلت دبالي أنا عاونا نقدر نحسبهم زوج 4 6 8 10 10 16 18 20 22 23 23 تبارك الله اللي خرجت ليه من الحلوة صفي زيان تبارك الله اللي خرجت ليه من الحلوة وضعت قطع من البرتوقال على هاد الشكل فجأت فنة ممكن تقدره ببرتوقال يعني نبيل او لا بالماندارين كليمونتين على حسب تبارك الله دبال موجود وديه وقته ثمان مناسب فكننحضروا هكذا أطباق او لا كيكات او لا مهم اللي كتب الله كالنوع وصافي على حسب الموسم ديال كل فاكهة دي ووصفة اليوم ان شاء الله تنال اعجابكم تجربوا وطرتوا لي اخبار باللي كان كنقول لكم اسلام عليكم وفي اماني الله لحلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة